فهي نقطة النظام اللي أسجله قدامك أخي أبو هيق والله هو راح اليوم شوف الفيديو قال سعيد أن أكون بينكم ومعكم في هذا الاحتفال والانطلاق لوضع حجر لأساس لمشروع بناء ألف مدرسة في عموم محافظات العراق هذا المشروع استراتيجي مهم لبناء المجتمع وتطوير أجيالنا نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل يجب أن نعتز ونفتخر بتاريخ وإرث أجدادنا ويجب أن ننتبه إلى أن التعليم والعلم جزآن أساسيال لرقي أي مجتمع ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك أي اهتمام بالتعليم منذ عام 2003 لماذا لم يكن هناك اهتمام بالتعليم منذ عام 2003؟ أنت لازم تسألوا نفسكم واليوم نعيش شعبنا بإنجاز هذا المشروع ضمن الاتفاقية العراقية الصينية التي سبق وأنشكك بها الكثيرون في عدم جدية الحكومة بتنفيذها اليوم نضع حجر أساسي تنفيذ هذه الاتفاقية لكي نبعث رسالة بأن التعليم مهم جدا في حياة مجتمعنا وحاجة أبنائنا اليوم ننطلق على بركة الله بهذا المشروع ويجب أن نعمل كذلك على اهتمام بالتعليم ليس في بناء المدارس فقط وإنما في التغيير وتطوير المناهج التعليمية وهذه ليست مسؤولية الحكومة فحسب وإنما مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء والقطاعات المختصة والمجتمع والمختصين علينا أن نبحث عن هؤلاء المختصين وندعمهم بالمساهمة في بناء العراق إن هذا المشروع يشمل بناء ألف مدرسة وسيشمل جميع محافظات العراق وسوف نتابع المشروع ونعمل ضد الجدول الزمني سوف نتابع شو وقت تتابع أبو هاي جعل زم المخرج يرحم والدك شو وقت تتابع أنت مودع بالسلامة يعني أنا والله يعني سفني يا أخي أبو هاي أنه ما أدري يعني إذا يشكل إدارة الدولة فيحتاج عادة نظر سوف نتابع وإحنا مغادرين السلطة يا أخي هو اللي يحط له قبل بزمان جد وجدك وأبوي وأبوك اللي يحط له ألف دينار بالبنك ها هيش يحطه ألف دينار يظل همي أن يفتر يفتر على البنك وقاعد يقبال ها والله حاط لي ألف دينار وهو خايف لا يروح إحنا نحط له في مدرسة ونقول يلا سوف وينهاية خروجنا من السلطة ما يصيري شي حد شي ما يصيري أما حقيقة الناشطين اهتموا بساعة سيد مصطفى الكاظمي لأنه لا بالساعة من ماركت باتك فيلب السويسرية يقولون دوروا عليها شفنا اليوم صار خبر بارز أنه دوروا على ساعته شوفنا زمي المخرج هذا الفيديو أنه قالوا وهو لابس ساعة اليوم بالاحتفالية مع وضع حجر أساسي المدارس قيمة هذه الساعة حسب اللي وجدوه هو ثمانية وتلاتين ألف دولار وتسعمية باتك فيلب سويسرية هذه الساعة اللي لابسها السيد مصطفى الكاظمي وعادي يعني شكو بيه لابسته ساعة ثمانية وتلاتين ألف وتسعمية تسعمية وتلاتين ألف يعني جوزي جوز هادية اللي هي بنتي يعني ليش مستغربين زمي المخرج ما ترجع لي جوز بيتها هادية يعني بتي مثلا أنا بيت تدر الصيدة لمن سويت البرنامج هدتلي جهاز ضغط قلتلي بابا خف ضغطك يرتفع في جوزي بيتها هدتلي ساعة بتسعة وتلاتين ألف دولار يشكو بيه حكومة هاي لعبة لا حكومة ليش لا شقد يا الله تسعة وتلاتين خليح سيبلكم تسعة وتلاتين ألف دولار بالعراق شقد اليوم بيش الدولار بيش الدولار يا جماعة ألف واربعمية وشقد ألف واربعمية واثنين وستين فيه ثمانية وتلاثين ألف دولار وتسعمية يطلع عني شقد ستة وخمسين مليون دينار وشقد ها هاي وقفة ما تحملت وقفة ستة وخمسين مليون وشقد وثمانمية وواحد وسبعين ألف ستة وخمسين مليون دينار وثمانمية وواحد وثمانمية وواحد وسبعين ألف دينار لا وثمانمية دينار ستة يعني ساعة نطلع الساعة هاي الساعة اللابسها أخي رئيس مجلس الوزراء حسب اللي حسبناها سعى لها وإياكم بستوديو التاسع قيمتها 38.900 دولار ما يوازي بالعراقي 56.871.800 دينار 800 دينار سقطوها نشتري بها لفة فلافة جيب لفة فلافة لثمانمين دينار وينكو زميل مخرجي المؤثير يقول وينكو طيب ارجع لي زميل مخرج أنا أرد أوجه إحنا دورنا الإعلام الجماهيري أن نكون ناصحين وفي نفس الوقت نقدم حلول